أعزائي الأصدقاء عندنا في بودكاست ضيف جميل سوف نتعرف إليه سنحاول بقدر الإمكان أن نلتزم باللغة العربية الفصحى طيب السلام عليكم وعليكم السلام أولا صديقي عرف بنفسك أنا اسمي خالد أنا من الشيشان وأعيش في الأردن تعيش في الأردن وكم عمرك؟ 11 سنة 11 سنة ولدت في الأردن؟ لا ولدت في الشيشان جميل ومنذ متى أنت في الأردن؟ أنا هنا ثمانية سنين ثمانية سنين؟ نعم ما شاء الله يعني أكثر حياتك أنت تسكن في الأردن؟ نعم ما شاء الله جميل ومع من أنت في الأردن؟ مع أهلي أهلك هل لك إخوة وأخوات؟ ليس لدي إخوة لدي أختان ما شاء الله جميل أنت في الأردن هل تدرس في المدرسة؟ نعم في أي صف؟ في الصف السادس في الصف السادس وأول صف أيضا بدأت دراسة في الأردن صحيح؟ نعم طيب ماشاء الله وكم لغة تعرف؟ أعرف الإنجليزية والعربية والروسية والشيشانية أربع لغات نعم طيب نبدأ لغة لغة أولا اللغة الشيشانية أين تعلمت؟ تعلمتها من أهلي من أهلك؟ نعم واللغة الروسية؟ واللغة الروسية من كثرة أنني سمعت الروسيين يتحدثون أين سمعتهم؟ في الكرتون واليوتيوب تعلمت منهم تعلمت من كثرة المشاهدة والاستماع نعم طيب والعربية؟ والعربية تعلمتها حين كنت صغيرا كنت أحضر كثيرا التلفاز قناة براعم فتعلمت العربية ومتى كان ذلك؟ هل تذكر؟ في أول سنة أتينا إلى الزرقاء آه إذن بدأت تشاهد هذه الكرتونات وأنت في الأردن نعم وكم كان عمرك تقريبا تذكر؟ ثلاث سنوات يعني كان عمرك ثلاث سنوات كنت تشاهد الكرتونات بالعربية وهكذا تعلمتها نعم جميل وبقيت عندنا الإنجليزية تعلمتها من صديقي كان أتكلم كثيرا الإنجليزية فبدأت ببطء أتعلم منه وأحضر الكرتون الإنجليزي وتعلمت ما شاء الله يعني كل اللغات تقريبا تعلمتها من التلفاز نعم إذا التلفاز مدرس جيد ما شاء الله وهذا الصديق الذي كان يكلمك بالإنجليزية ما هذا الصديق أنا لا أعرفه اسمه شادي هو من صفي كان يشاهد كرتون إنجليزي بكثرة ويلعب ألعاب إنجليزية فتعلم منها وكان يتكلم بها معي ولكنه ليس إنجليزيا نعم هو شركسي شركسي تعلمها بنفس الطريقة التي تعلمت بها لأعربية نعم تلفازهم كان عليه قنوات إنجليزية فقط طيب وأنت في الأردن ثماني سنوات هل تعودت على الحياة في الأردن؟ نعم وهل تشتاق إلى الشيشان؟ نعم هل تزور الشيشان؟ نعم متى؟ عندما أنتهي من كل صف فنسافر إلى الشيشان ثلاثة أشهر ونرجع آه يعني في الصيف نعم خلال الإجازة أو العطلة الصيفية نعم نعم جميل وفي الشيشان أنت تسكن في شقة أو في بيت بيت في بيت كبير يعني في القرية هي قرية لكن كبيرة نعم تشبه المدينة جميل جميل وفي هذه القرية أظن توجد حيوانات مثلا توجد فقط في الغابة في الغابة لكن أقصد الدجاج والبقر والغنم نعم يوجد بكثرة يوجد في القرية صحيح جميل طيب وأنت الآن لو قارنت الحياة في الشيشان والحياة في الأردن أي حياة تفضل الحياة في الشيشان لماذا؟ هي أسهل هناك أسهل نعم جميل لكن في الأردن ماذا تحب في الأردن؟ مثلا عندما أنت تسافر إلى الشيشان بعد ثلاثة أشهر هل تبدأ تشتاق إلى الأردن؟ نعم طيب إلى ماذا تشتاق أكثر؟ إلى أصدقائي عندك أصدقاء في الأردن؟ نعم من هم؟ عبد الرحمن وإسلام يعني تكلم عنهم قليلا عرفنا بهم عبد الرحمن وإسلام هم أخوان ولدا في الأردن وهم من الزرقاء عبد الرحمن في الصف الثامن وأخوه إسلام في الصف الخامس هل هما عربيان؟ لا هما شيشانيان لكن ولدا في الأردن ولدا في الأردن ما شاء الله جميل وتشتاق إليهم نعم لماذا لا تأخذهما معك إلى الشيشان؟ يوما ما إن شاء الله ستجتمعون في الشيشان نعم جميل طيب وفي الشيشان عندما تكون خلال العطلة الصيفية وأنت في الشيشان ماذا تفعل؟ صف لنا يومك ماذا تستيقظ في الصباح؟ يعني ماذا تفعل؟ ما هي الأنشطة التي تقوم بها؟ أركب دراجتي وعند العصر أذهب لأسبح لتسبح؟ نعم هناك أنهار كبيرة تشبه البحار هي كبيرة جداً والكل يسبح فيها يعني في الشيشان عندكم في القرية يوجد نهر كبير صحيح؟ أنهار نعم وماذا أيضاً تفعل في الشيشان؟ ألعب مع أبناء عمي آه جميل جميل عندك أقارب كثيرون هناك صحيح؟ نعم طيب الآن دعنا نتحدث قليلاً عن المدرسة والدراسة في الأردن أولاً أنت الآن في أي صف؟ نعم في الصف السادس في الصف السادس وما هي المواد التي تدرسها خلال هذا الفصل؟ المواد تاريخ، جغرافيا، وطنية، رياضيات، عربي، حاسوب، علوم، رياضة، مهني، ودين ودين ومن هذه المواد ما هي أحب مادة إلى قلبك؟ والإنجليزية أيضاً والإنجليزية صارت تسعة ما هي أحب مادة إليك؟ أحب مادة العربية والإنجليزية والرياضة والدين والدين طبعاً والدراسة تكون بالعمية صحيح؟ نصفها نصفها بالعمية ونصفها باليابانية بالفصحة بالفصحة جميل يعني المدرسة تتكلم مع الطلاب بالعمية أو بالفصحة؟ في بعض الأشياء تتكلم بالعامية ولكن عندما نكون نقرأ الدرس أو نحل شيئاً أو ندرس شيئاً تتكلم بالفصحة ما شاء الله جميل جميل وأنت في الأردن الآن متى يبدأ دوامك في المدرسة ومتى ينتهي عادة؟ من الأحد إلى الأربعاء تكون عندنا ست حصص الدوام يبدأ من الساعة ثمانية ونصف وينتهي في الساعة واحد وخمسين واحد وخمسين؟ آه هل أنتقل في الساعة الثانية؟ نعم ما شاء الله وحصة واحدة كم دقيقة؟ الحصة الواحدة أربعون دقيقة أربعون دقيقة طيب وإذا تستيقف في الصباح تأكل تلبس ملاد؟ أنا لا أكل كيف لا تأكل؟ تعيش على الهواء؟ نعم يعني كيف هذا؟ أشرب مياه بكثرة تشرب المياه؟ يعني تشرب الماء وهذا يكفي؟ نعم الله غريب طيب في الصباح لا تأكل؟ لا وفي المدرسة لا أأكل في المدرسة لا أأكل في الصباح لا تأكل تستيقف تتوضأ وتذهب إلى المدرسة نعم طيب بعد المدرسة كيف يكون يومك عادة؟ عندما أرجع إلى البيت أأكل الطعام أغير ملابسي وأبدأ بمراجعة القرآن جميل أنت تحفظ القرآن؟ نعم كم حفظت؟ ثلاثة عشر جزءاً ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك وتراجع القرآن تقريباً كم تستغرق مراجعة القرآن؟ عندما أراجع جزءاً تستغرق مني تقريباً ساعتين ساعتين؟ يعني كل يوم ساعتين؟ نعم لأنني أراجع بكثرة لتثبيت الحفظ لأن أسمع بدون أخطاء ولا ترددات ما شاء الله ولمن تسمع؟ لأمي أو لأبي وأنا مسجل في مركز القرآن يوم السبت ويوم الأربعة أسمع له أيضاً للشيخ؟ نعم للشيخ ما شاء الله طيب إذن تراجع القرآن ساعتين تجلس في البيت بعد أكل الطعام تراجع القرآن وبعد ذلك؟ وبعد أن أراجع جزءاً كاملاً من القرآن أحل واجبات المدرسية واليوم الباقي أستريح فيه ماذا تفعل؟ عادة يعني تشاهد شيئاً أو تلعب أو تنام أو تخرج عادة أنا أخرج أو أذهب إلى أصدقائي أو أحياناً أنام ساعة أو نصف ساعة جميل وتخرج وتذهب إلى أصدقائك نعم وأنتم في الأردن مع الأصدقاء ماذا تفعلون؟ نلعب بالكرة يعني نلعب الألعاب كلها كل الألعاب؟ نعم يعني هناك أنواع كثيرة للألعاب نعم هل تلعبون الغميضاء؟ نعم جميل طيب إذن الآن أنت ننتقل إلى القرآن لو لم أتعبك إلى الآن ننتقل إلى القرآن أنت عندما تقرأ القرآن هل تشعرك أن هذه اللغة هي لغتك وأنت تفهمها أو تجد لغة القرآن صعبة وغير مفهومة بالنسبة إليك؟ لغة القرآن سهلة إلي أحبها جدا ليست صعبة علي ومفهومة جدا ما شاء الله طيب وهل يوجد في القرآن مثلا آية أو بعض الآيات أو صورة ما يعني تعجبك وتحب أن تكرر قراءتها؟ نعم أي آية أو أي صورة؟ صورة الأحزاب والمؤمنون والحج والحج طيب وماذا بالنسبة للقراءة؟ هل أنت تحب القراءة؟ جدا ماذا تحب أن تقرأ؟ القصص القصص؟ طيب ما هي آخر قصة قرأتها؟ لا أتذكر ولكن دائما أقرأ قصص الأنبياء والصحابة قصص الأنبياء والصحابة؟ نعم وهل يوجد بين قصص الأنبياء قصة يعني تعجبك كثيرا؟ كلها تعجبني طبعا جميل لكن تعرف تعجبني قصة يوسف عليه السلام قصة جميلة أنه كان صغيرا وألقي في البئر وبعد ذلك أصبح ملكا في مصر صحيح؟ نعم طيب أنت في المستقبل هل فكرت ماذا تريد أن تصبح؟ نعم ماذا تريد أن تصبح؟ أريد أن أدرس الفقه الشافعية و... الفقه الشافعي؟ نعم لماذا؟ لأن أبي يدرس الفقه الشافعي فأريد أن أكون مثله ما شاء الله؟ أريد أن وصل لمرتبة الدكتورة لأصير شيخا مثل أبي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله حفظك الله وحفظ أباك ما شاء الله جميل جدا الفقه الشافعي نعم ما شاء الله جميل هل قرأت شيئا في الفقه مع أبيك؟ هو يعلمني بعض الأشياء ولكن لم تقرأ متنا أو كتابا في الفقه إلى الآن؟ لا جميل أنت مشغول بالقرآن مشغول بالدراسة في المدرسة يعني أشياء كثيرة عليك هل تتعب؟ في بعض الأحيان جميل لكنك أظن تتذكر الهدف أنك تريد أن تصبح شيخا في الفقه الشافعي ويجب أن تدرس صحيح؟ نعم سوف نفخر بك سأقوله تعرفون الشيخ خالد وذروا عندي في اليوتيوب يوجد فيديو مع الشيخ خالد وهو صغير والآن أصبه شيخا كبيرا ما شاء الله جميل جدا أسأل الله أن يوفقك ويعلمك إن شاء الله طيب هل يوجد عندك نصيحة إلى الناس الذين يتعلمون اللغة العربية؟ أن يقرأوا القرآن لأن قراءة القرآن تجعل قراءة اللغة العربية أسهل طبعا إذن تنصحهم أن يكثروا من قراءة القرآن نعم جميل جميل ثبتت قراءة اللغة العربية من كثرة قراءة القرآن ما شاء الله إذن تجد أن القرآن يساعدك من حيث اللغة نعم ما شاء الله جميل جدا بارك الله فيك وأتحبتك صحيح؟ لا أرجو أنك استمتعت قليلا بهذا الحوار ونراك إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام